طب عايزة أسألك سؤال وانت هادية وعملالي فيها سندريلا وقاعدة ده لا وماي أنا بكسف في الانترويات لا والله مع عمك عشان كده بعمش انترويات الحقيقة دا لالبت بتكسف مني بكسف طب بس لأ معتعما يعني اللي قادر على التقليد ده بيتمرن بيتمرن لما تقلدي أصالة وتقلدي لطيفة وكل ده بيتمرن وبيشوف نفسه صح؟ لا يعني معرفش يعني الحاجات اللي أنا عملتها ليه علاقة بالتقليد بحسها يعني بتيجي كده أصلي كنتي لما عملتي مثلا سيبك من أول مسلسل اللي عملتيه مع أمامي ودكتور يحي الفخراني أه أستاذ محمد فوض للعادلة وجوب كثيرة وكنت بنوت عادية شرعية جدا فيش أي عفركونات في الحكاية يعني لكن أما عملت طير أنت أه هنا بقى انتبهت إلى أنه لأ دي مش هتعدي بسهولة دي من بيعت العطور والبنت اللي بتكلم قسمة أه هنا ملزاقة دي أه هنا للبنانية طيب أنا حملت مفاجئة أيها المشهد بتاع البنت اللبنانية لما بتخش على اسمه ايه دا كان اسمه ايه الشخصية سومة العاشق أبو دماغ ملزاقة من فوق دا وقلت له منولوج وأول مرة ممثلة مصرية تقول منولوج باللهجة اللبنانية دي أيها مزبوط أنا دايما يسمى حفضوهم غلط يعني المونولوج دا اتقال أطول شوية يعني اتقال حتة طويلة ممكن هو عمتا جيندي يعني شايل قدتي رنت دا مرتين أنا عارفة بس هنا لما لفت نظر الناس أو زي ما لفت نظرهم حنيجي لها بعدين لكن الشخصية هنا لما قدتيها المونولوج طولف عشان تثبطوا المشهد اتشال جزء منه موسيقى